سلام 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 عليكم معكم موسى الحلو بفيديو جديد من وحي الطبيعة بدنا شي صخن الله 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 بسم الله شكراً هو شيء على الدعم وعلى رسالي الحلوة على الفيديو اللي راح وشكر خاص لكل واحد علق بكلمة بلمبليرة هذا دليل انك اخترت الفيديو للأخير لايك بعد الفيديو راح اختار كلمة جديدة بس والله عادة حلوة ها يعني وهي اتنين بنات عبيبوس وفاعة اه ايه وصلنا عالجزيرة متل ما حكيت بالفيديو الماضي حوالي الساعة 11 الصبح اخذنا طريق هيك جبل اطلوع انو نحن ما بنعرف بالجزيرة راحنا باتجاه الضيعة اللي موجودة هونيك كان فيه متل هيك بلدية صغيرة بلا شو يسجلوا اسامينا وياخدوا معلومات وبعدها قالونا بتستنوا برا رطعونا بالشمس تقريباً حوالي 3-4 ساعات شان ناخد برونزاجة يعني مو حلوة افتاخلين على اوروبا هيك شكلنا ابيض شوي اجت بعدها باخرة قالونا بتطلعوا هلا بالباخرة والباقي علينا رحنا والله بها الباخرة تقريباً 4-5 ساعات تجاه جزيرة الباخرة حطيت راسي ونمت تفرج على البحر وانا وصلنا على جزيرة بس بتوقع كانت جزيرة ساموس لانو وقت اللي نزلت هاي السنة على جزيرة ساموس نعاد الفيلم عندي المناطق اللي شفتها قبل 5 سنين رجعت شفتها مرة تانية فبتوقع وصلونا على جزيرة ساموس بعد ما وصلنا على جزيرة ساموس اخدونا على منطقة جنب المينة فصارنا ندور على كرافانات للعائلات امشان يناوموا فيهم كان فيه ناس كتير متطوعين من اوروبا من نرويج من النمسا من المانيا من انجلترا فكانوا هن يساعدونا انو نلاقي خيام ونلاقي كرافانات للناس صار تقريباً الليل والكل لقى محل ورتبنا امورنا انا هونا نعس تفرطة من الناس متت صارت انام انا واقف تذكرت أني أنا ماندي محل عددت ساعدت العالم كل Resistance و أنا ماندي محل مثل الإهبل أنام فيه لك عو lovers لق يا معلم رحواوا شوفوا إنا محل فراحت�ق على دول المطوعين تقول له أنا ماندي محلك دبرت للعالم كلها محلات إلا لحالي أم قال لي مبين عليك زكي أنت راح المهم جاب اللي خيمة و قال لي هيي خيمة إيلك ظبطها بشي محل ونام رحت حطيت خيمتي على البحر تمام ولقيت شزلونغ بيجي متل اتخد طبقهة البحر حطيته جنب حيمتي صار عندي مصيف لحالي والله نمنى هالليلة بساموس والأمور كانت ماشي حالة كله تمام الصبح دق علي عالم على الخيمة عب يسألوني إذا بحكي إنجليزي قلنا لهم ايه يعني بحكي فطلعوا هدول من منظمة أطباء بلا حدود عب يسألوني إذا بحكي إنجليزي لأنه في عندهم حالات جاية وما عبي يعرفوا يوصلون للفكرة فقالوا لي إذا في مجال أترجم رح اترجمت معهم حالة حالتين ثلاثة لقيت الموضوع حلو فكملت معهم ديوم للأخير وسألوني إذا ممكن مثلا كل يوم أجي أساعدهم خلال فترة إقامتي سياحية بساموس قلت لهم طبعا وقته كتير وأنا لها بالمرصد دي حصرت والله أتسلى يعني هيكي ما فيه شيء أساوي أروح أترجم مع هاي المنظمة وهنا كانوا كتير حبابين توقع في عندي صور إلهم فبوقت عرفوني عن المطوعين التانين بالكمب وصرنا نسهر كل يوم عند خيمتي ناس تتمدد على الشيزلونج ناس قاعدة على الأرض شاي وقهوة وكله رواه كل يوم نسهر للساعة انتين بالليل وبحيمتي بالمناسبة صارت الدنيا عتم وأنا لساتني موجود جميلون جدا فبعد ثلاثة يام عطونا الخارطية اللي فيه ممكن نروح على أثيناء وبنفس النهار اللي أخدنا الورقة حجزنا وطلعنا على أثيناء أول مرة كانت إلي بطلع بباخرة بتشبه التايتانيك أنا فكرت هي التايتانيك أصلا باخرة عملاقة وحلوة إضاءة وهيك منسه طلد أنا فكانت هي أول مرة إلي بطلع بباخرة وبالمناسبة الباخرة صورتها أنا بآخر فلوك باليونان السنة هي راح أحط هون رابط الفيديو ممكن نشوفه بعد ما أخلص يا فنان أنت المهم طلعنا بالباخرة وعنجد كانت رواه حلوة الباخرة كتير تقريباً 11 ساعات أو 10 ساعات وصلنا على أثيناء بأثيناء مجرد ما وصلنا فرحنا أنا وشبح جزنا باس كامل للجروب كله أنه أني قالوا لي كونك أنت بتحكي إنجليزي خلص أنت تصرع مشان نطلع على الوجه اللي بعد اللي هي مقدونيا وطلعنا تقريباً شيء 45 شخص بالباس على مقدونيا ما بعرش أطول معنا الطريق لأنه نمنى نحن بالباس طول الوقت هون كانت الدنيا ليلوت اللي وصلنا على أثيناء وهي كانت الخطة يعني طبعاً تبع المجموعة أنه ننام دائماً بوسيلة المواصلات اللي ناخدها ما نوقف على الطريق المهم نمنى طول الطريق تقريباً من التعب طبعاً بالباخرة كمان قضيناها نوم رشفة من القهوة وصلنا الصبحيات تقريباً بين العشرة للإدعش الصبح على مقدونيا وكان في عالم أمم ففكرنا أول شي إنه راح نستنى يعني إذا من النستنى مننضل شلومن كان أربع خمسة أيام بس لحسن حظنا كانوا عبيدخلوا بس السوريين والعراقية والإيرانيين على ما أعتقد على مقدونيا لا سمح باقي العالم من المغرب العربي من أفريقيا كلهم خلينونا برا استنينا تقريباً نص ساعة دخلونا على مقدونيا وكانوا حاطين هيك خيمة كبيرة وفي مقاعد قعدنا فيها استنينا لبين ما يجيبونا الورقة تبع الطرد طبعاً بس تفوت أنت على أي بلد في منظمات الورقة يجيبون لك مثلاً تفاح خبز يعرفوا العالم مثلاً جو عاني على الطريق وما في سبر ماركت وهيك فدخلنا على مقدونيا جابونا هالتفاحات وهالطون وهالخبز قعدت العالم أكلت وبعد تقريباً ثلاث ساعات للأربع ساعات جابونا الورقة وقالونا هالله ممكن تطلعوا من مقدونيا ومن هناك في مباشرة محطة للقطار خدنا القطار من مقدونيا وطلعنا تجاه صوربيا من مقدونيا لصوربيا ما طولت كتير كان شغلت ست سبع ساعات هيك شي صارت هون الدنيا كمان ليلت هيك مثل هاد الجو كان في برد بصوربيا مو طبيعي فمن مقدونيا لصوربيا في منطقة هيك فيه نهر صغير لازم تقطع النهر هاده مشي وعالبرد فمشينا قالونا لازم تمشوا وهنيك كانت غابة يعني فتجمعنا نحن وغروب تاني صار عددنا تقريبا بالستين سبعين شخص مش يزلم عالطراف مشان ازا حدا اجا وكلنا شلنا عصي بالطريق وضلينا ماشين فالحمد الله ما صار معانا شي بس كانت صعبة اطعت النهر لانه تعبينا وحل ومي وبهدله وصلنا على صوربيا بصوربيا في نسبة المسلمين منيح اول ما وصلنا كان في جامع بتذكره وطلعوا علينا العالم وصاروا يستقبلونا واجوش وفاري التكاسي حرام كانو كمان الصرب كتير مناحب عانا اعطونا كمان اكل ومي وهيك اخذنا بوقت هتكاسي من هونيك على منطقة تانية بصربية ما بعرف ايش اسمه بس هونيك كان فيه متل كامب تاخذ منه هاي الورقة ورقت الطرق يلي فيه ممكن انت تكفي طريقك فرحنا هونيك على هاي المنطقة قلنا له انو نحن لاجئين هيك 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 وضعنا قالونا اوكي استنوا هلأ منعطيكنو الوراق فاستنينا لبين ما عطونا الوراق هون صارت بقى الدنيا ليل بحدود الساعة 10 اي داعش فاخذنا الوراق واجينا منها نطلع على كرواتيا بس قالوا انو كرواتيا حاليا ما فيك تطلع عليها لانو الباصات بيجو الساعة ستة الصبح ونحن كان الوقت تقريبا 10 اي داعش بالليل ما في باصات ما في اي طريقة تانية انك تطلع على كرواتيا بس نحن كنا كتار وبدنا محل نام فيه فانانهم بدنا محل نام فيه قالوا انه هون ما في حدا بينام كل العالم عبتظلم كملي عبتجي بنهار وبتظلم كملي مباشر فاكملوا انتو كمان قالوا انه ما في باصات وين نكمل فصار بالنقاش بيننا وبين الاشخاص المسؤولين عن هذا الكامب وعلى في محل ما في محل اخر شي بعثونا هيك على مكان بقلب الكامب فيه خيام عساكر صغيرة قال ناموا هونيك دا بروحا لكم فانه احسن من بلا يعني البرد عن جد قارس كان هونيك رح نعم علم على الخيام ريحة الصنة كانت بالخيام واصلة للقروات يعني الله لايروي فاجينا شو يا شباب النام ما النام ابو حسين قال فوتوا وناموا قولوا الله معليش فتنا يا معلم وريحة الصنة طاوشة المكان بس بداك تنام تعبان وما في محل منحصنا الحظ انه معانا كياس نوم ومجهزين امورنا بس البرد قاتولي فتحنا كياس النوم بطينا راسنا ونمنا انا بتذكر حالي بهديك الليلة واللهي ما نمت انام 15 دقيقة 10 دقائق ارجع عفيق من البرد تخيل حالك انت على كتر ما اناك بردان تفيق من النوم ما تحسين تكفي وارجف طول الليل طلينا للستة الصبح لحتى بلشوا يجوا الباصات فقنا الصبح كياس النوم تبعنا صايرة مي من كتر الرطوبة والبرد كلهم ندي صاير مي ميتين من البرد فقنا بس يعني مشينا امورنا رحنا باتجاه الباصات خدنا باص وطلعنا فيه على كرواتيا كرواتيا كان الوضع مو كتير ظابع لانه وقت اللي فتنا كانوا كمان مسوين هنجارات للعالم بتصف بالدور وبتستنى وكانوا عبي يسويوا شغلة حقيرة انه يفرقوا العالم عن بعض المجموعات كله يفرقوه حتى بتقوله انه هاي عيلتي فكانوا يفرقوه فرقونا نحن على مجموعات كل مجموعة وقفت بهنجار وانا اول مرة بحياتي بشوف بني ادم طوله فوق المترين من دون مزح الشرطي الكرواتي طوله تقريبا بين المترين والمترين وعشرة مترين وعشرين يعني هيك كنت اطلع عليه والله بالسماء بوا يا معلم وكانوا هيك جهمين ووا يخرب بيتك ان شاء الله قعدوا فرقونا وجيت انا ضليت مع عيلة من حمص لايس كروم بالخير وقفنا مع بعض على الدور عام اجا والله الشرطي الحقير وقال طلعوا انتو العيلة وانت خليك وقف هنا فهني حرام صار يقولوله هادا معانا هادا من العيلة قال له نروحوا وكملوا والله خلاني يلح علي وتستنى تاخد الورقة تبعك وبعدين بتروح بيقلك روح على مثلا على القطار رقم كزا او على الفراغونة رقم كزا استنيت أخدت الورقة تبعي انا هون طبعا صرت لحالي طلعونا بباصات والباصات هاي اخدتنا على محطة قطار من 1900 ودفرة قطارات قديمة من الحرب العالمية الثانية وهم والله صاروا ياخدوا العالم مجموعات مجموعات يقولونو انتو اطلعوا بهاي الفراغونة انتو اطلعوا بهاي انتو اطلعوا بهاي تطلعوني بفراغونة فيها فوق الالفين تلتة الالاف شخص ما كان في محل تقعد فيه يعني كان على الواقف القطار كله والناس مثل السجن ناس تبرك تريح شوي ترجع ناس توقف بالدور والمصيبة الأكبر كانوا كلهم أفغان وإيرانية وناس بتحكي لغات اللهم ربي عافينا ونيك بهاي اللحظة عن جد اختنأت يعني حسيت بالغربة لأنه خلص ما في حدا بعرفه مجموعتي كلها راحت أبو حسين الدنيا كله الناس اللي بعرفها كلها راحت تفرأت حاولت أني أمشي وتقتلت مع عالم بقلب القطار لأنه بدي أحاول أصل للفراغونة الثانية كانوا حتى حاطين شرطة بين الفراغونات مشان ما حدا يروح على الفراغونة ثانية ما بعرف إشو كان الغاية منه خايفين أنه يكون في مجموعات إرهابية بس المهم ما كانوا يخلونا أنه نضل مع بعض عدت والله بهي الفراغونة ست ساعات هيكي شي أوقف على حيلي وشي أبرك بس هيك طول الوقت لأنه ما في محل الناس راستك من اليمين ومن اليسار أسوأ لحظات كانت بالرحلة هي هاي اللحظة يعني كانت أسوأ من الموقف اللي عدينا فيه بالبحر والمصائب اللي صارت في البلوم ما كانت مثل هاي لأنه صرت أتخيل بيني وبين حالي أقول بلك يا رب هيك أفئ من النوم وألاقي حالي عند أهلي وخلص هذا يطلع حلم فأجبر حالي أني أنام بين العشدة ربع ساعة ماني نعسان بس ما بدي أعيش هالظروف هاي بعد تقريبا ست ساعات من المعاناة وصلنا على سلوفينيا وبسلوفينيا كان كتير في شرطة وبلشوا يفتشوا تليفونات العالم ويفتشوا غراض العالم فتت أنا على دوري على التفتيش ولا أشوف أبو حسين يا محمد كأنه رجعت لي الروح أبو حسين هاي وقت اللي شفته لأبو حسين قلت والله لأ أروح معاه لو إش ما كان وشفت كذا واحد من مجموعتنا المهم صرت أسحوى الحالي لبينما فتت على الدور اللي فيه أبو حسين والشباب التانيين التأينا والله فتنا فتشونا خلصنا التفتيش عطونا الوراق قالوا لنا روحوا كملنا بقى أخدونا على منطقة يعتبر هو مثل كمب عسكري ونيك نمنا لأول مرة من حوالي الأسبوع على تخوت كان في تخوت عطونا أكل كان في حمامات تحممنا كمان لأول مرة من أسبوع بمي صخنة يعني كان عيد وقعدنا أحطونا بغرف بتخوته وأبو حسين يحكي لنا بهالحكاية ويحكي لنا بهالنكت من كتر التعب بوقتها كنا عم نضحك ونحن عم نضحك يعني وما حسينا بالوقت الدنيا صارت ليل وأنا قاعد لحالي هون الليل أعزي طلع لو شيء الله عليه والله ما كنت بظل دقيقة لو ما عم بصور بس ملتهي بالتصوير أنا وماني حاسس بالخوف بس فالله بلشنا نحس هاهاهاي نروح نكمل القصة بالبيت خلينا نكمل القصة بالبيت لا تنسى تحط اللايك ها مراقبك أنا حط اللايك قدر جهودي هون أنا بين الجنون والإنس والحيوانات والغاقب أعوذ بالله من الشيطان رجيب الليل يا عم نرحب والله أنا راح أعوى عالبيت خفت صراحة هاي وقعت على الرجلي وفكرت حدا وطربني الفيديو الجاي راح أكمل من سلوفينيا على ألمانيا سلام بسم الله